مرحبا مواليد برش العذراء معكم كارمي شماس بدي احكي عن شهر تموز يوليو 2020 كيف بدي يكون هذا الشهر اجمالا هو من النظرة الاولى للكواكب بالفلك بالسماء بس عندي هون كلهم على طبعا على ورقة شهر تموز يوليو في الجزء الاول منه يعني من واحد لواحد وعشرين ممتاز ممتاز جدا ومش شوي الجزء التاني منه من 22 لواحد وثلاثين ركود وهدوء خلونا نفصل كيف بدي يكون هذا الشهر ودايما رح قول جزء الاول وجزء التاني الجزء الاول يتميز مولود ومولودة برش العذراء بيطل ناشحة بيطل فعالة افشنت كتير مولود برش العذراء نشيط جدا منطلق ومنفتح على محيطه المجتمع منفتح على مولودة برش العذراء وبالتالي بيقدر يقدم مساعدة او فينا نقول انه المساعدة هي من بالاتجاهين منكم ومن المجتمع اتجاهكم بيتميز الجزء الاول بقدرة قدرة على التنفيذ بقدرة على التواصل مع الناس يلي انتو بحاجة لألا وهي فترة مناسبة جدا لحتى تمدوا ايدكن للناس والناس راح بتساعدكن راح تعطيكن ما راح تاخد منكن وجود كوكب الزهرة كل هيدا الشهر في البيت العاشر راح تجلب لالكن اضواء حلوة نجاح ونوع من ارباح كتير عالي للاشخاص اللي عم تغلو بمستوى عالي حتى اللي عم يشتغلوا بيشغلهم المعتاد مفروض يلاقوا هناك نوع من طمأنينة ونوع من انفراجات ونوع من ارتياح شعور بالارتياح هيدا معادا الأخبار السارة الجزء الاول بعتبره جزء فعال ونشيط ومهم جدا 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 ورجاءا ركزوا عملكن خلال هذا الجزء خاصة في الايام الاكثر حظا هناك تفاعل معكم ممتاز بلوتو المشتري اورانيوس وحتى الزحل عم يتفاعلوا معكم بطريقة رائعة جدا تجلب الحظوظ لموالي برش العدراء كلهم وبعتبره هي الفترة مثل ما قتلكون اللي حسم بعض الأمور يلي مستعجلين عليها قبل ما نوصل الجزء الثاني من شهر تموز يوليو وقلا بدكن تنترو لآخر أسبوع بشهر آب أغسطس ماذا عن الجزء الثاني؟ الجزء الثاني يعني ركود يعني تأخير يعني جمود وهناك نوع من حيري في حسم الأمور ويمكن حتى الأمور ما تمشي بالسرعة اللي انتو بدكنيها احتمال يكون فيه لغط أو التباس بقضية معينة ما بنسبكن تحطوها أي موعد أي امتحان أي لقاء في يوم قليل ألحظ في الجزء الثاني من شهر تموز يوليو وبآخر هيدا الفيديو بحكي وبقلكم أيها الأيام الأكثر حظا والأقل حظا يعني من خلال هيدا الفيديو تقدروا ترتبوا الأجاندا لشهر تموز يوليو وتحطوا عمالكم المهمة بالأيام الأكثر حظا رجاءا خاصة في الجزء الأول منه بماذا يتميز مولود برش العدراء في الجزء الثاني يتميز بطلة زهقانة تعكس إنك زهقانين إنكن دجرانين ما قالكن جلا تتحركوا بدكن مين يفيقكن بدكن مين يحمسكن وبالتالي ضروري تفتحوا عينيكم دينايكم كتير منيح خاصة لما بيكون عنكن شغل امتحانات أو مقابلات مهمة لكن كله على بعضه بعتبروا شهر كتير حلو إذا عرفتوا نسأتوا أوضاعكم أعمالكم وأشغالكم لمهمة الموليد الأكثر حظا لأنه تقريبا جميع موليد بوش العذراء محظوظين موليد 2-3-13-18 أيضا 20-21 سبتمبر بالنسبة للأيام الأكثر حظا التوقيت عالمي 4-5-7-6 تاريخ 14-15 تاريخ 23-24 وأيضا تاريخ بعض الظهر 31 بالنسبة بالنسبة للأيام الأقل حظا تاريخ 2-3 تاريخ مساء 8 9-10 تاريخ 16-17 18 تاريخ 21-22 قليل الحظ أيضا تاريخ 29-30 وصباح 31 30 بدي أتمنى لكم شهر موفق للمزيد من التفاصيل في الأبراج اليومية والأسبوعية شكرا لكم باي باي